السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في دارة اليوم اليوم ان شاء الله سنتعرف على les adverbes du lieu les adverbes du lieu او ظروف المكان فهذا les adverbes du lieu هم واحد لكلمات اللي يبين لي المكان اللي وقع فيه الحدث فالآن مرة نتعرف على هذا les adverbes فأولا عندنا قطع قطع ني بيجانب قطع نشوفوا اجزمبل او متل جاسيه قطع دمون فس جاسيه قطع دمون فس جاسيه قطع ني اجليسو قطع بيجانب من فس ابني جاسيه قطع دمون فس أجلس بجانب ابني فأكوتي هي بجانب أدروات أدروات كتعني على اليمين أدروات إكزامبل تورن أدروات دور على اليمين فأدروات هي على اليمين أدروات على اليمين أدروات على اليمين أدروات على اليمين إكزامبل أو مثال Le musée est à gauche Le musée هو المتحف Et à gauche على اليسار يعني يوجد المتحف على اليسار فأغوش قلنا هي على اليسار أو أدروات على اليمين داخل فا داخل كان كسبوها بأس في أخر الكلمة ولكن لا ننتقوها Exemple أو متل Ouvre mon cartable Le cahier est dedans Ouvre mon cartable Le cahier est dedans Ouvre mon cartable يعني يفتح حقيبتي يعني حقيبتي المدرسية Le cahier est dedans بداخلها Ouvre mon cartable Le cahier est dedans إفتح حقيبتي الداخل بداخلها دور خارج دور أيضا دور نكتبوها بأس آخر الكلمة ولكن لا ننتقوها نقول دور خارج درير درير وراء أو خلف دور 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 أمام دور أمام فنتابهو بنسبال دور نكتبوها بأس آخر الكلمة ولكن لا ننتقوها نقول دور كتعني أمام أئير أئير في مكان آخر أئير Exemple Allons ailleurs Allons ailleurs كتعني لننتقوها بأس آخر Allons ailleurs ألانترير ألانترير في داخل أو بداخل ألانترير Exemple Il se trouve ألانترير de la maison Il se trouve ألانترير de la maison Il se trouve ألانترير de la maison كتعني يوجد بداخل المنزل يوجد بداخل المنزل Donc ألانترير هو بداخل أو في الداخل ألانترير ألانترير هو في الخارج أو بالخارج Donc قلنا ألانترير هو بداخل ألانترير ألانترير في الخارج ألانترير أونهو أونهو في الأعلى في الأعلى أونهو فبالنسبة أونهو نكتبها أيضا بالتف آخر الكلمة ولكن لا ننتقها أونهو في الأعلى أونهو 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 أمام أمفس إسي إسي هنا إسي إسي هنا لا يعني أفيها أقصن غرف لا يعني هناك هناك لا هناك يعني أيضا هناك لابا لون د بعيدا عن لون د فاللوان هي بعيد لون د بعيدا عن نول بار نول بار نول بار كتعني ولا في أي مكان نول بار نول بار فبالنسبة النول نكتبها بدوزل وبار نكتبها بالتف أخر الكلمة ولكن لا ننطقها نول بار ولا في أي مكان بارتو يعني نول بار العكس نتعه أو الكون الخير نتعه هو بارتو بارتو في كل مكان في كل مكان بارتو أيضا بارتو نكتبها في التف في أخر الكلمة ولكن لا ننطقها كالكبار كتعني في مكان ما كالكبار في مكان ما تدرو كتعني إلى الأمام مباشرة تدرو تدرو ألست 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 كتعني في شرق في شرق فألست هو شرق ألست في شرق ألست 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 في لغارب ألست في الجنوب ألست فالسد هو الجنوب ألست في الجنوب ألست بين ألست شر شر فوق شر فوق شو تحت شر فوق شو تحت شو تنكسبوها بأس بأخر الكلمة ولكن ما كانت نتقوهاش أطور أطور حول أطور أن ناري أن ناري إلى الخلف أن ناري أن أطور أن 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 إلى الأمم أن 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 أطور 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 تحت أطور 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 أعلى أو فوق أطور دن دن في دن أطور 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 أطور